السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا طلاب الصف الاول الاعدادي ازايكم يا شباب يا رب اكونوا بخير دايما بنكمل مع بعض اه فيديو اه التاني من الواحدة الاولى هنشرح النهاردة لسن سري اند فور دارس التارة والرابع من كتاب جيم ونبدأ كالعدة باي بالكلمات واحنا للوقت يا شباب في صفحة كام اربعة وعشرين هنقرأ بعض كده الاول الكلمات طبعا حرف سي اتش هنا بنطاها ايه حرف كي زي كلمة التكنولوجي برضو فيها سي اتش بنطاها ايه صوت الكي بانك بانك طبعا انت عارف ان البانك يعني مصرف فلوس لكن هنا جاي بمعنى ايه ضفة النهار بري بري وهنا هو بيقولك لو عايز تخليه ماضي تحول الواي زي ما قلنا قبل كده الى اي اي دي كير 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 كتاكم كتاكم حرفي بي هنا يا شباب سايلانت كتاكم كتاكم ديد ديد افكت 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 سلوشن 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 سمارت سمارت ستاتيو 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 ستركتشر 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 تيمبل 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 تنل 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 بعد كده جايب لنا اللي هي كلمات او مفروضات اضافية يعني خدتها قبل كده بس هتارد هنا هتبقى موجودة في الواحدة يعني موضل موضل بري بري برزنت برزنت سبيشل سبيشل ستون ستون تتمبل اف اتفو توريست توريست ادفرب دي يا شباب او ا دي في معناها ادفرب يعني حال حال اللي هي ظرف مكان هنا يعني ادفرستاندين ادفرستاندين ويدر ويند ويند بيتي بعد كده ونجد نتدريب على هذه الكلمات بريد يعني صلة طنل يعني نفق يصلح او اصلاح معين او نافع او مفيد او متعاون الميكانيكي سوف طبعا يصلح ايه انجن يعني مطور السيارة يبقى يصلح يا شاب اللي هي عندنا كلمة ايه كلمة في تلات كلمات معناها يصلح ممكن عندنا تلاقي الكلمة دي وكمان تلاقي الكلمة دي اسمها ايه مند بقى فكس ومند وريبير كلهم نفس المعنى يصلح في مصر القديمة قصدو يعني ايام القدومة المصريين الناس كانت تصلف المعابر يبقى صلت خلاص في الماضي تلك المواقع الانترنت يعني كانت مفيدة جدا لنا في ان احنا نجد عليها معلومات عن المشروبة تعنا يعني مفيد نروح على تعبيرات لغوية كلمة يعني دو سبورتس او بلاي سبورتس نفس المعنى بروتكت ذا بيلدين بروتكت ذا بيلدين بروتكت جو انلاين جو انلاين جيف ان اوبينين جيف ريزنز جيف ان اوبينين جيف ريزنز معناها كده يقول رأيو يعني يقول سبب وهكذا بعد كده بريمزيشنز حروف الجر وانا مهمة جدا يبقى كلمة طب وكلمة طب وكلمة بطم بياخدوا حرف جر ايها شباب قطاوي قطاوي يوزيل او يتآكل يعني حاجة كده تتآكل زي بالضبط كده شواطئ المكان اشتاء تآكل او حد يوزيل حاجة من مكان يعني يبقى كلمة بانك حرف الجر بتاحها يا شباب عندنا الضفة الشرقية الضفة الغربية واحد كذا بيفكر في حاجة بيقول لك ماذا ما رأيك في كذا او بتفكر في كذا كلمة طيب اي شايف دي لها برضو تلات معاني كلمة طيب وكلمة وممكن كلمة صورت ينفع اقول لك وات صورت او وات طيب او وورك اون بلدينز او وورك اون استركترز يعني مباني خلي بالك ان ميد ممكن هي معها وميد فروم وميد ان وهكذا وميد باي لكن النهاردة عندنا ميد بوب مصنوع من كذا بعد كده عندنا تصريفات الافعال اللي هي فعال غير ممتزمة شرحناها المرة اللي فاتت كلمة مهم جدا حفظ تصريفات الافعال عشان تكوينات الازمن بعد كده عندنا كلمة وعكسها وان يعني عكس الكلمة واخدنا حاجة اسمها معنى الكلمة كلمة الابزت بتاعها يا شباب لايزي انشانت انشانت مودر باد جود ديفيكلت ايزي انترستنج بورين يوسفل يوسلس واي صفة اخرها فول بكل سهولة اشيل الاف يو ال ال احط لما كانها لس او ال اي اس اس تبع العكس لطول يوسفل يوسلس كيرفل كيرلس وهكذا انفورشنيتلي انفورشنيتلي حرف تي مع اليو هنا زي كلمة فيوتشر وفرنيتشر فانطقهم زي الاس اتش كده وحرف شين يعني انفورشنيتلي فورشنيتلي انفورشنيتلي فورشنيتلي بعد كده عندنا تدريب على الكلام ده كل يوم الصبح بدخل على الانترنت اقرأ الاخبار اسمها صلاح الدين ستدل ستدل يعني قلعة هي انشينت اثرية ليست حديثة يبقى كلمة عندنا انشينت بتاخد حرف جر ات 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 نروح على في ملحوظة لغوية كلمة بيجي بعيها مصدر او حرف جر مصدر يعني زي كده اختي دائما تساعد الام بعدها دائما مصدر سواء بحرف جر او بدون بعد كده عندنا فيه ديفينيشنز اللي هو عندنا التعريفات بتفدنا ساعات في الاختيارات كاتاكومز كاتاكومز حرف البي زي ما قلنا سايلاند انفاء تحت الارض وحجرات لدفن الموت يدفن ديد الميت او الموت عبارة عن عمود طويل من الحجر عشان يفكر الناس بحدث مهم بتاعت شخص كانوا بيعملوا زمانا للمسلات حسب ما احنا معروف يعني لتخليد ذكرى الملوك ويكتبوا عليها بقى ايه صفات هذه الملوك الجميلة وهكذا يعني بيلر يعني قلنا عمود طويل من الحجر ستاتيو اللي هو التمثال نموذج لشخص او حيوان ويكون احيانا مصنوع من الحجر مكان حيث يذهب الناس مع بعضهم يعني كي يصلوا بعد كده زي ما قلنا الكلمة ومعناها ليه اسمها كلمة بتساوي السنينم بتاعها زي ما قلنا من شوية بعد كده في حاجة اسمها اللاحقات وقلنا اللاحقة توضع فين في اخر الكلمة تعمل ايه تغير وظيفتها من اسم يبقى فعل او من فعل الاسم او من اسم الصفة وهكذا فعندنا لو احنا زودنا لها اي اي ان بقى ايجيبشن حولنا الاسم بقت صفة اللي هو المصريين ايجيبشن كلمة فعل يساعد عن زود لها اصبحت صفة دي اسمها ايه شوية عندنا صفكس حروف اللي تضاف في اخر الكلمة وتديها وظيفة جديدة مختلفة عن الاصلية من اسم لصفة من فعل لصفة اسمها صفكس بعد كده في تدريب على الكلام دوت ركز معايا عكس كلمة يصفل ايه قلنا الصفات اللي اخرها فل بيكون عكسها لس يبقى يوز لس طب كارلس دي بتاعت خلاص حفظنا بقى انا بحب بزور الاماكن الاثرية هذه الاماكن منها قادمة جدا لكي تحصل على صفة من الفعل من طفلها لاحقا في الاخر تبقى اسمها روح على 27 27 في جزء بقى اخص بايه بالريدنج ريدنج نارضع عن ايه المباني الاثرية في سؤال كده قبل قراءة طبعا خدنا دي قبل كده معناها كم مرة زورت اماكن اثارية اماكن اثارية زي الاهرامات زي المعابد وهكذا يعني اقرأ معلومات عن مبنى اثري في مصر يعني نشوف الصورة عندنا طبعا ده معبد ايه معبد اتفو يا شباب يعني نقرأ اكد مع بعض معبد اتفو معبد مصري اثري قديم في مدينة ايه اتفو في الصعيد يقع هزي المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل ما بين لقصر واصوار نبا اتفو ديها شباب مدينة ما بين مدينة لقصر ومدينة ايه اصوار عمري هذا المعبد الفين وخمسين عام نقرأ تنين كوز ده عشان هي جملة طويلة جدا يعني هذا المعبد مهم جدا عشان نفهم الحياة في مصر القديمة لان في كتابة على جدران هذا المعبد معلومات شيقة مفيدة جدا يعني ايه من الفين سنة الفين سنة اللي فاتوا يعني كنا نعرف هيعامل ازاي من الفين سنة في مصر طبعا هنا بيقولنا اول سؤال موقعها فين بقول له عندنا هنا عمره قد ايه اهو يا شباب بعد كده نكمل جزء تنا عندنا برضو ده جزء برضو معارضة الاستماع المفروض مفروض نسمحها في كاسة لكن هنا ما عندناش الكاسة بالوقتي يعني نقرأها بعض الأماكن اللي تحب انت تزورها اسمع المحادثة مريم زارد معبد ادفو جلس الصيف يعني حاولت تعرف بقى المشكلات الخاصة بالمعبد ده ذات اللي هي هتذكرها فين في الديالوج ده هتقول على بعض المشكلات بتواجه هذا المعبد هادية بتكلم مريم هادية ماذا فعلتي في أجلس الصيف لا زورت عمتي وخالتي فين في ادفو دقرية من أسوان في معبد هناك جميل جدا تلقى اوه يا انه معبد اثري اليس كذلك تلقى لا ايوه هزا المعبد يغبرنا عن شكل الحياة في مصر في مصر قديمة ده مكان مميز جدا خاص جدا لها لسوق الحظ في بعض المشكلات تواجه معبد ادفو التقس في مصر تقس سيء بالنسبة لإيه للحوائط الصخرية ديت الرياح والرمال بتعمل على تآكل هذه الجدران وهذه الصخور ببطء يعني طبعا من الفين سنة طبعا واضح ان بعض اجزاء من هذه الجدران تآكل فهديئت لها شيء سيء جدا هل يأتي كثير من السياح للمعبد كل اقدام السياح دي لما يمشوا والمعبد يعني ده شيء سيء جدا جدا على الحجارة انها بتتلق اثر في الحجارة لما يظهرها مثلا الف سائح في اليوم الف سائح دول بيمشوا على الأرض والحجارة بتاعة المعبد يعني بتأثر عليه هل في اي شخص بيعمل اي شيء لكي يحمي هذا البناء في متطوعين يعملوا مع علماء الآثار المبنى أو المبنى دي بعض المتطوعين دول طلبة زينا بيطوعوا ويساعدوا اثناء الأجادة الصيفية يقدروا يمنعوا بعض الآثار السيئة للمباني يعني بس ما فيش وقت كفاية أو ناس كفاية يعني يساعدوا كل المباني الاثرية في نفس الوقت يعني شيء مؤسف والمباني دي طبعا قديمة جدا أليس كذلك بقيت لها ولأنهم ودم جدا جدا محتاجين يعني اكتر بكتير وصيانة وتصليح اكتر بكتير طبعا هنا قلنا عندنا شباب شكل اللي عنده ايه ان مش كويس على المعبة ده وزي ما قلنا عندنا برضو كل ده بيسبب حاجة اسمها قطع يعمل على تآكل الحجار بعد كده فيه برضو اسمها يعني الصيف تم قضاءه جيدا يعني بتطريقة كويسة هل تعلمت هل تعلمت اي شيء شيق على الانترنت هذا الصيف اسمع واخترك المتين لاتنين يوصفه شخصية من يونس وباسل بيكلم يونس الصيفية قالو ايوة انا ساعدت ناس ساعدت الولدين في مطعمهم في آخر اليوم كنت بعمل الكلام ده كنت بروح المحلات التانية اشتري حاجات الولدين كانوا محتاجينهم انا عاوز اقولك ان انا غالبا بساعد الاسرة والاصحاب في اثناء الاجتماعي الصيفية بس قالو يبقى انت كده ساعدت يالتك وكمان تعلمت عمالة في المطعم قالو كلامك صح بعد كده بس قالو كم مرة قديت رياض عملت رياض قالو كل يوم تقريبا انا دائما امارس اوالعب رياضة في اجلال الصيفية بلعب بلعب كرة مع اصحابي جنب البيت يقولو انت كمان كنت نشط جدا اثناء الاجازة قالو بالتأكيد كلمة دي بتساوى عندنا كلمة شور او كل دي كل دي كل دي كانت بساوى كلمة ايه 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 او ينفع او كلمة كل ده معنى ايه بالتأكيد السؤول اللي بعد كده كم مرة عملت حاجة تساعد المجتمع اللي حواليك قالو انا كنت اتعود اتطوع يعني او اتطوع يعني في اي مشروع خاص بالمجتمع بتاعي الناس تشتغل في الشوارع بتاعتنا وتجمع القنان وتعمل لها عاية التدوير عشان كده شوارعنا تبقى انضف ويمكننا استخدام الورق والبلاستيك مرة اخرى فهنا باسل قالو ممكن اشارك معكو في المشروع دوت انا عمري ما شاركت في حاجة في المجتمع بتاعي انزه اللي ديس في الاجازات بس عاوز ابدأ المشاركة والمساعدة قالو طبعا ممكن تساعدنا او ممكن تشارك معنا قالو هل تعلمت اي شيء شيء شايق على الانترنت كم مرة تدخل على الانترنت قالو احيانا بادخل على الانترنت مساء لان انا باكون تعبان ومرهق جدا من الاعمال اللي بعملها طول النهار باكون مرهق في اخر اليوم شو بعض الفيديوهات لكن كمان ايه كمان بتعلم اعمل فيديوهات ازاي اصنع فيديوهات بالتليفون وازاي اعمل تحرير وتعديل للفيديوهات دي عشان يبقى شكلهم افضل قالو يصفل ده شيء ايه مفيد جدا يبدو شيء مفيد قالو انا حاول اعمل ايه اعمل ده بنفسي دلوقتي حالا هضرب يعني دلوقتي ايه حالا طبعا في حاجة اسمها ما بعد الاستماع يا طرى كان بيساعد مين اثناء او فين كان بيساعد يعني قلنا في المطعم وفي الشارع وهكذا بيعمل ايه في اخر اليوم قلنا عندنا بيشوف فيديوز اونلاين عشان يعمل على فيديوز قلناها هنا برضو بعد كده عندنا او ثيرت يا شباب تدريب على الكلمات النهارده يوم مميز لانه عيد ميلاد امي يبقى الصح يوم مميز يعني زكي يزلس يعني بدون فائدة بات سايد القطار بيسافر عبر ايه حاجة طولة جدا في الجبال يبقى نفق في الجبل مش هيطلع مفوق الجبل يبقى الصحها عندنا كلمة يعني لوحة وكانل يعني قناة وبتل يعني معرقة سياح بيحب ويلتقط وصور بجوار ايه زي ما قلنا المسلات طبعا ستور يعني نجم نجمة في السماء يعني كوكب في الارض كوكب الارض يعني محتاجين حل لهذه المشكلة من يساعدنا سلوشن ستركتر يعني بناء ستون يعني حجر صخر ويند الرياح نموذج لشخص حينما مصنوع من الحجر طبعا ده شباب ستاتيو لوه التمسال طنل يعني نفق مقبرة اثرية يعني معبت اللي بقول لك طوم مقبرة اثرية لان المقابر للمقابر للمقابر اللي احنا نفهم فيها الموتى بتاعتنا احنا بقى اسمها جريب جريب اللي هي المقبرة او الطربة اما طوم دي المقبرة الايه الاثرية سوريا يا شباب نمبر سيبن قد تستخدم كلمة بلي او دو يبقى تصح عندنا كلمة دو ديك يعني يأخذ مك يصنع غيزة نصيحة ابي كانت ايه كانت مفيدة جدا حل بفل عشان نحل المشكلة بتاعتنا ويجي ضعيف قبيح كثير من الانفاء اللي هي تحت الارض حيث يضع الناس فيها اجسام الموتى طبعا دي اسمها عندنا كاتاكومز اللي هي سرديم الموتى يعني اصلاحات مباني ستونز حجار نمبر تن إنه من المهم أن نحن مبانينا الأثرية يبقى الصح يا شباب يترك ويغادر ويرحل ينسى يحضر مريم بتخلي نفسها نشيطة بأنها بتاخد تدريبات يومية يبقى اسمها ايه اكتب طبقة نشيطة ويجب ضعيف ليزي كاسوه الأجلي قبيح الأهرامات في مصر أثرية هي لائسة حديثة الكارنك اذا فيه مسألة الكارنك طبعا معبد مشهور في الكارنك طبعا يعني نجم في السماء لعنة يعني كوكب طنل نفق هذه المشكلة لها تأثيرات سيئة جدا على سلوكيات أختي يعني تأثيرات أما حلول مباني أنفاق روح على تدريب عام بقى على اللي احنا قمنا من شوية أنا بحب أعمل إف صوري عشان أخليها شكلها أفضل يعني تحرير الصور أو تعدلها بنت يعني يرسم ويلون أو يدهن حاجة تضاء يعني يعني يناقش يعني هدية الكتابة على الجدران المعبل زي ما قلنا تعطينا معلومات مهمة عن اللغة مصر القديمة يعني فضاء أو فراغ مين من دول تانية بيحبوا مباني الأثرية المصرية بهم السياح يعني كلمة يعني يعني حجار عمي إيه هو بيحب يدرس المباني الأثرية هو عالم أثار أركيولوجيست فايلو الطيار وكطب باخ فرمر فلاح مشاهدة تلوزيون كتير ده سيء جدا على العين يبقى هرد يعني أسرع هرد يعني أسرع ورد يعني ألان كارد يعني حملة برد هي اللي دفن الأباء يجب أن يوفروا أو يعطوا وقت كافي يعني الأطفال بحتاجة حب وإيه ورعاية كار يعني سيارة كويز يعني اختبار صغير كده وستون يعني حجارة تقع مدينة إدفو على الضفة الغربية لنهر النيل الرياح والرمال بطئ جدا تعمل تآكل للحبارة بتاعة الجدران القديمة اسمها قطاوي يا شباب قطاوي يزيل أو يتآكل زيارة الآثار أو مباني الآثارية مهم جدا ليه عشان نفهم الحياة في مصر القديمة يبقى understanding كلمة including يشتمل يتضمن على painting يلون forgetting yansa وي visited the museum and so beautiful painting that gave us information زرنا المتحف وشفنا يعني صور أو لوحات جميلة جدا قدتنا إيه معلومات مفيدة اسمها useful information close يعني مغلق ويضعيف يزلس يعني بلا فائد number 12 the teacher asked me to give him the طبعا المدرس طلب مني أدي له إيه سبب why I didn't do my homework اللي ما عملتش وجبك سبب يعني reason reason يعني سبب طيب معناها نوع fact تأثير weather الطقس it's that you can't come to my birthday party شيء مؤسف إنك لن تستطيع أن تأتي إلى عيد ميلادي حفلة عيد ميلادي يعني أو وطا بيتي أو it's a pity يصفل مفيد هابي سعيد careful يعني حريص نروح على اتنين متراتين يا شباب ونرجع تاني يا شباب نشوف الجرامر بتاع الدرس التالت والرابع من الواحدة الأولى مكتب جم حاجة اسمها adverb of frequency in the past اللي هي ظروف التكرار في الماضي كنا خدنا في المضارع البسيطة عندنا ظروف التكرار الكلام ده السنة اللي فاتت كانت عندنا always often usually sometimes never وهكذا برضو في نفس الظروف التكرار دي ممكن أسلمها فين في الماضي كمان يقول لنا عندنا كده we can use adverbs of frequency يمكن استخدام زرف التكرار اللي احنا قلنا بذوقتي اللي هي always often sometimes برضو to see how often people did things in the past عشان نقول عندنا الناس عاملوا الأشياء دي قد ايه في الماضي كم مرة يعني تعالى نشوف كده جملة هي I always looked after my little sister أنا كنت دايما بعتني الكلام ده في الماضي كله بأخت الصغيرة فين في الماضي طيب خلي بالك برضو نفس الكلام always الأول وبعدين الفعل ايه الساعة الجملة مقولش I looked always ده ايه I always looked كريم didn't often watch television نفس الكلام كريم ما كانش متعود أو ما كانش غاليا بيتفرج على تليفزيون ايه كتير خلي بالك برضو often برضو بيجي بعدها فعل ايه بتاعنا الجملة تبقى الجملة دي مدرع ولا ماضي ما فيها نافي didn't بقى برضو ايه بتتكلم عنها العادات في الماضي ازا عاوز تتكلم عن العادات في الماضي يا شباب بستخدم ظروف التكرار اللي انت اصلا كنت عارفها اصلا وانت في سنة ستة اللي هي عندنا كلمة always وكلمة often يعني غالبا وكلمة some او الاول ايه usually يعني عادة وفيه عندنا sometimes احيانا وفيه طبعا عندنا كلمة every اللي هو كل يوم مسلا يعني وفيه عندنا كمان بنلاقي كلمة اسمها hardly ever يعني نادرا وفيه عندنا كمان كلمة never كل هذه الكلمات اسمها adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار بتدل على تكرار شيء لو الفعل اللي معهم مضارع بنتكلم عن عادتنا دلوقت لو الفعل اللي معهم ماضي احنا بنتكلم على ايه على عادات في الماضي طب ازاي اسألك انا بقى كنت تعمل ده كم مرة قال لك السؤال بايه how often how often يعني كم مرة اي سؤال هيجي لك فيه how often يبقى لازم نستخدم فيه عندنا يا شاب ظروف التكرار دي في الايجابة اللي هي always often usually sometimes every hardly ever هنا اسمها hardly ever يا شاب sorry اسمها عندنا hardly ever مش every hardly ever كل هذه الكلمات تصدح الايجابة على ايه على how often ده how often did you do sports معنى السؤال ايه انت كنت متعود تلعب قد ايه رياضة بقال له I sometimes did sports on holidays كنت احيانا بمارس رياضة في الماضي بس تبهين في الاجازة طب لو جلنا بقى verb to be am is are was where هما اللي يجوا الاول قبل ظرف التكرار هنا بص كده I always looked بجاب لك الفعل بعد always لكن اول ما تشوف was where هما الاقوى يجوا الاول وبعدين ايه ظروف التكرار I was usually tired in the evening انا كنت عادة بحس ان امرغفين في المساء تاني عندنا يا شباب ظروف التكرار تأتي قبل الافعال تعتب جملة مع عادة verb to be هو الاول وبعدين نظر في ايه التكرار ممكن بعد ظروف التكرار تيجي في اول الكلام اصلا زي كلمة usually sometimes يقول لك sometimes she nearly give up احيانا كانت تبقى قربت تستسلم وطيئس يعني او usually he delay فوتبول عادة كان بيلعب ايه كور يبقى دي سماشا بظروف التكرار تعبقى الرجاح حنتنا على بعض كده اول واحدة always ودي لما قم بتعمل حاجة مية في المية تعمل حاجة كل يوم usually اللي هي اقل شوية often اقل شوية اقل شوية في التكرار يعني sometimes خمسين في المية ازا ما قلنا كده hardly ever دي بقى حاجة نادرا و never مش بتحصل خالص تعالى نقول من الاول كلمة always حاجة بتحصل ايه كل يوم زي كده ليلة always finished before dinner جملة في الماضي بس بتتكلم عن ايه ليلة كان متعودت خلص الوجب امتى قالك كل يوم متخلص واجبها قبل العشر طب usually ادم ادب 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 متعود يخلص او يأكل الفتار بتاعه الساعة كام سبعة طب often او often اللي تنصح نلاحظ حاجة ظرف التكرار ثم الفعل ايه الماضي بتاعه طب sometimes انه ينفع تجي في الاول او ينفع تجي قبل الفعل الاسي تاع الجملة هنا بقى حاجة نادرا عادل عادل نادرا ما يستخدم الزكاء الاصطناعي عشان يعمل وقبه كلمة never مش بيحصل خالص بس عمري ما روحت المدرسة بايه بالاوتوبيس زمان يبقى اذا دي اسمها يا شبا عندنا ودى ترتيب القوة بتاعتهم يعني نسبة كم في المية يعني انا عندنا نشوف هو طبعا جيب لنا امثلة كده او ما شفت انت كلمة وانت مغامل عنيك كده يبقى جملة فين في الماضي يبقى 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 الحل ايه يا شباب اهو في الماضي خلي بالك واحنا عندنا قاعدة تقول لك ايه حافظنا قل مع بعض كده عائلة do بتحب المصدر يبقى do و don't و doesn't did و didn't بعدهم مصدر يبقى الصح تيك بس يا شباب عشان في كلمة ايه didn't نروح على صفحة تلاتة و تلاتين على الكلام ده يا شباب اللي هو الكرامر يعني بتاعنا فعلا عندنا نشوفها بعض كده اول جملة نمبر ون ريهام بتصهر دلوقتي متأخر في ايام الدراسة هي دايما بيتنام بدري يبقى هل هي بتصهر بدو عمرها ما صهرت يبقى الصح يا شباب ايا هارلي درانك كوفي يقولنا هارلي بعدها ايه بعدها يعني نادرا ما تشرب او شربت ايه قهوة كل ده في الماضي يا شباب نادرا ما شربت قهوة يعني الاطفال دايما بيعملوا ايه في غرفهم يوم السبت في الماضي في الماضي هي يبقى يعني دايما بنظفوا حجرتهم يوم السبت قالوا اما تلاقي كلمة في الاجابة يبقى السؤال كان بهاو ايه نمبر فايف يبقى رامس كان دايما بيعمل بواجبه بعد المدرسة هو كان دايما تلميز كيد يعني يبقى عندنا دي اقوى حاجة فيهم طبعا لو كان فيه كنا اخدناها نيفر تنفي وايفر عايز هاردلي وهاردو ايفر نادرا لكن هو كان بيعمل واجبه دايما بعد المدرسة زينة عمرها كالت فاست فود يا شباب لا طيب الجملة فين في الماضي عرفت ان مصر يا في الماضي من كلمة في الماضي دي بقى عندنا زينة عمرها ما اكلت او ما كاشف تاكل زمان طعام سريع اللي هو بقى فيه لسم كده كتير لكنها كانت دايما تحب ان تبقى ايه بصحة او باكل صحي يعني محمود كان بيختل اسنان ولا لأ قبل النوم دايما اسنان وكانت صحية بقى ناخد اقوى حاجة لها ايه انا بفتكر وإحنا صغيرين طبعا الجملة في الماضي حلو الجملة دي يا شاب عشان الطلبها ما اطلبتش فيها انتفقنا عندنا نحدد الاول لجملة مضارع ولا ماضي الجملة دي ايه ماضي عرفت منين او لما كنا صغيرين اذا هنستبعد كلمة عشان دي مضارع وستادي عشان دي مضارع يتبقى اتنين زرف التكرار يجي الاول ولا بعد الفعل لا قبل الفعل يبقى هي دي يا شباب سهلة جدا هيا انا فيك رحنا صغيرين حلو جدا لما كنا اطلبت استبعد الاول اجابات المتنفعش احنا قلنا الاول الجملة ماضي وبالتالي استبعدنا ايه استادي وستادي لين دون مضارع يتبقى اتنين ماضي بس الفرق بينهم ان ظرف التكرار يأتي قبل الفعل بتاعه طبعا بجملة في الماضي بالكلام مع الاجازة اللي فاتت تصريف التكرار يأتي ما ترايد ايه رد يبقى رجبوا العجل بتاحهم في الحظ بعد كده سؤال طبعا شاب هاردلي بتاخد ايه مش نيفر يبقى انت نادرا ما لعبت رياضة عاليا علياء دايما كابت استخدم مبايلها في الباصل ده هي تلميزة جيدة يبقى عمرها ما عملت ده يبقى دنيا الجملة في الماضي منعايز تصريف تاني فعل ماضي واحد يقول لي طبعا انت قلتنا في النفي وحط مصدر النفي لكن لا سيب الفعل على حاله حسب زمان الجملة سؤال في الماضي حشان فيه يبقى نشتغل بكلمة ايه عندنا يا شباب كلمة فانا ظرف التكرار يأتي قبل الفعل مش بعديه إلا لو كان فير بتوي بس يبقى always وعادين هلبت سهل جدا الدرس يا شباب ألا يجوالي بليد زا جيتار أو علاء سوري يا شباب يجوالي بليد زا جيتار lost vacation he played it once خلي بالك بلعبها مرة واحدة بس يبقى علاء عزفة على الجيتار ده في الأجازة مرة واحدة بس يبقى هنا ايه نادرا اسمها ايه يا شباب عندنا hardly ever hardly ايه ever روح على صفحة thirty four about thirty مهارة جديدة اسمها speaking اللي هو بقى المحادسات حطك موقف ويقولك تزايت رد عليه بيقوله how often did you do sports كم مرة مارست الرياضة I usually did sport عادة مارست الرياضة in the summer vacation how often did you do something to help your community كم مرة عملت الشيء يساعد مجتمعك I often helped my community ملاحظ حاجة كل ما يديني هنا كلمة يا شباب how often انت لازم بتجاوب بايه بحاجة فيها تكرار اللي هي عندنا زي كلمة ايه usually هنا هي زي كلمة often هنا هي برضو وهكذا how often سؤالة اللي بعدي how often did you leave your town كم مرة تركت وغادرت مدينتك قال لي not often مش كتير I usually stayed in my town أنا متعود أقيم في مدينتي in summer a vacation بعد كده exercise على between وليد and سعيد وليد بيقول أو وليد طبعا لازم نقرأ ده الأول يا شباب وليد زار الجدة والجدة مع أخته صف اللي فات سعيد بيقول له what did you do last summer فقال له عندنا عملت إيه الصف اللي فات طبعا أنا عارف المعلومة منفوغ فقال له عندنا كده I visited my grand parents زرت مين الوالدين فقال له who did you go with رحت مع مين فقال له كده I في الماضي بقى عشان فيه ديت I went with my sister رحت مع أختي برضو كل الكلام ده منين من المعلومة اللي فوق يا شاب اللي هي قال لك عليها هنا فوق في الأول خاطص سؤال قال له I visited them at the weekends يبقى هنا بيقول له ايه how often طبعا يبقى how often وبعدين فعل مساعد did والفعل you وبعدين سريع شباب يبقى did وبعدين you مصدر بقى visit هما اللي هي ايه زب كم مرة ما تعاوت لزورهم قال له سؤال I played basketball I played with my cousin بيقول له عملت بقى هناك قال له لعبت بسكتبول لعبت مع أولاد عامي بيقول له عندنا كده what سوريا يا شباب what وبعدين did you do there عملت ايه هناك عند الجدة والجدة لعبت بسكتبول ولعبت مع أولاد عامي did you spend the good time there قضيت وقت كويس هناك قال له I was very happy بيقول له yes عشان السؤال بكلمة هل بعدين I did أيوة قضيت وقت كويس يا شباب نصحة مني حل الأول المحادسات لوحدك أو حل الأسرة لوحدك وهنراجع معايا فين على الفيديو بتاعنا عشان ما تفقدش مهارة الحل وتستسهل انك تنقل عايزين يضايع مجهودنا هبنشرح انت لما تخل الشرح وقف ويبدأ حل لوحدك وهنباجع معايا ايه الإجابات بتاعتك ربنا وفقكم بقول لكم ان شاء الله بعد كده صفحة 35 بيقول لك ازاي تكتب بقى عندنا حاجة اسمها اللي هي تنشر ايه منشور في مدونة بتاعتك يعني بقول لك ازاي تكتب عن مبنى اثري او مبنى قديم يعني اكتب منشور في مدونة من تمانين لتسعين كلمة عن معبد اثري زرته يعني طبعا هقول لك بصراعة كده الشرح بتاع البلوك بوست يكتب ازاي هنا عندنا يا شباب بنكتب اسم صاحب المدونة الاول يبقى دي مدونة اتنين اسلام وبعد الخانة التانية فيها تاريخ اليوم الكتبت طبعا التاريخ هنا لها طريقة في الكتابة ممكن انترستان تقبل كده هنشرحها بعدين يبقى كتب الكلام ده امتى يوم اللي اتنين تلاتة وعشرية ستمبر زيارتي ده العنوان بقى بتاعنا يبقى ازل عندك تلات تلات اه معطيات او تلات حاجات لازم اكتبهم اسم المدونة او صاحبها يعني وتاريخ وعنوان المدونة ايه او عنوان المنشور ايه تاني يا شباب عندنا ده اسم الكاتب المدونة وهنا عندنا تاريخ الكتابة امتى وهنا الموضوع اسمه ايه بتكتب عن ايه الموضوع بتاعك يعني وبدأ يكتب عندنا يا شباب الكلام ده ده بيحكينا حاجة عن حياته بدخل في الموضوع على طول ولكن الاسبوع اللي فات انا زرت معبد الاقصر انه معبد اثري قديم جدا وكبير ده على الضفة الشرقية لنهر النيل في الاقصر قضاء المصريين بنو امتى الف ورمائة سنة قبل الميلان هذا المعبد مهمة جدا لفهم الحياة في مصر القديمة لان الكتابة على الجدران الكتابة على الجدران بتقول لنا معلومات مهمة جدا مفيدة عن اللغة وعن الدين من 3000 سنة بتلاقي عندنا الرسمات جميلة جدا جدا على جدرانه لكن المعبد ده ايه قديم جدا مش تقدر تشوف كل الالوان اللي على ايه الرسومات دي على الجدران مضحانية تكلت يعني بعض الناس تعمل في هذا المكان معبد ده عشان تنظف وتصلح الالوان دي كنت خلصت مدونة بتاعتك او المنشور الاخر بقى خاتمة ايه بتقول له رأيك ايه في الكلام ده هل انت حبيته المنشور ده عن المعبد وهكذا تعالى يا شباب نشوف هو مديني اكسرسايز كده صغير يقول لك اكتب منشور في مدونة بتاعتك عن مبنى اثري تعالى نشوف احنا كتاب نيه يا شباب طبعا هنا زي ما قلنا الاول كتبين عنوان المدونة بتاعت مين احمد سبلوك وعن كتبين التاريخة هو بتاع النهاردة نكتب اليوم وتاريخه كام والشهر وبعد كده العنوان انا كتبت عن الاهرام بقى هنا مباني اثرية كبيرة جدا في الجيزة المصريين بنوها من خمس تلاف سنة مهمة جدا ليه بيقول لنا معلومات كهيرة عن الحياة في مصر القديمة من فترة كبيرة جدا استخدموا للبناء يعني حجرة ضخمة جدا كسر من العمال وقت كمان عشان يبنوها كثير من السياح من الحق العالم بيزورها كل سنة يجب ان نعمل بجد عشان نحميهم ونحفظ عليهم بحالة جيدة بعد كده بقى الخاتمة هل انت بتحبهم ولا لا سهل جدا يا شباب كتابة ايه البلوغ بوست تعني نرجع تنا عندنا الكتاب بتاعنا وهنروح دلوقتي على صفحة ستة وتلاتين في بقى ايه اختبار على الدرس التارت والرابع كله يا شباب هنا عندنا جائدنا كمبريهنشا قطعة فه قبل بس ما نحل ممكن تحل بطريقتين اتنين هي اما تقرأ القطعة الاول تعتبرها كده واصطراحة ليك وانت حل الاسئلة او ممكن تعمل العكس تقرأ الاسئلة الاول وتبدأ تقرأ وانت بتقرأ تلاقي المعلومة تروح كتابها فين في الاجهة تاعتك الاتنين طريقة كويسة انا بفضل الطريقة الاولى السياح بيحبوا يزوروا مصر لانها بلد جميلة الناس في مصر ناس طيبة ودودة فرندلي هنا يعني ودود كثير من السياح بيجوا مصر يزوروا الغرداء وشرم الشيخ يستمتعوا بالبحر كثير من السياح بيستمتعوا بالتقس الدافئ في اصوان في الشتن السياح ممكن يزوروا الاهرامات وكثير من المتاحف في قاهرة الاتنين اللي فات صديقي سام جامل لندن عشان يزور مصر هي طبعا هيسألك عليها دي عايدة على سام زهب لقصر بالطيارة واقم فندق جميل زار كثير من المعابد واماكن ايه جميل يعني شو كده الاسئلة يا شباب نمبر ون يا شباب عن ايه هذه القطعة تتكلم عن السياحة زي ما تشاف كده في مصر هكتبع عندنا كده يا شباب ات ايز سياحة يعني ايه يا شباب عندنا شايف كلمة توريست ديت هنزود لها بس بدل ت تبقى ام يبقى توريزم توريزم ان ايه ان ايجيبت السياحة فيين في مصر او ممكن تقول انت توريست السياح في مصر ليه في رأيك كتير من السياح بيرول غرداء وشارم الشيخ اطلع قطعة تلاقي ايه اهي تلات كلمات دول اقدركت كده بكل سهولة بس المكان مش هينفع بس نحاول على طول زي سي هو ينفع يا مستر اكتب كده اجابة مختصرة ينفع جدا نمبر ثري ازاي سام راح لقصر قلنا عندنا يا شباب باي ايه باي اعرفت منين في القطعة مختوبة هو عندنا باي بلين بعد كده جاي بدنا اسئلة عن القطعة برضو بس اسئلة اختيارات نمبر ون السياح عادة بيزوروا اسوان فين في الشتاء عشان الطقس هناك دافئ يبقى وينتر The word friendly means كلمة friendly معناها هنا ايه اكيد مش معناها بلا فائدة ولا معناها كيرلس مهمل لكن معناها هلمفول معين مفيد متعاون delicious يعني بازيز The underline pronoun يبقى الضمير اللذي تحتها وخطة في القطعة هي قلنا refers to mean عيد على مين على سام نروح على السؤال الثاني يا شباب هو سؤال the opposite of interesting is عكس كلمة interesting احنا قلنا boring يعني ممل طبعا قلنا healthy يعني بصحة كويسة يصف المفيد ugly قبيح she was said to find her plant after the vacation كانت حزنة جدا لما لأت الزرع اللي هي مربيه ديد ميت بعد الاجازم الله يفعل قيد الحياة save amn dangerous the statue was made of التمثال مصنوع منين الحجارة stone هل هو مصنوع من رياح وين ولا الرملا sand ولا الووتر مية i'm always able to my mom's voice over the phone انا دائما بقد قادر على تمييز صوت والدتي عبر التليفون identify يعني يميز كلمة present يعني هدية او خاضر look after يعتني بي discuss the tourists around the city to see all the famous building السياح بيعملوا ايه في المدينة علشان يشوفوا كل المبينة المشهورة يبقى عندنا walk around بيتمشوا يتجولوا في المدينة rebuild اصلح قد يقطع discus naqsh Egypt is famous for its ancient that stand tall مصر مشهورة بايه بالحاجات الطويلة جدا كان ليه عندنا obelisk obelisk obeliskis يعني المسلات يا شباب طبعا tomz مقابر نروح على page number 37 نكمل حل يا شباب a man is very she always knows the answers to difficult questions ايمان ايه عشان بتحب تعرف اجابة كل الاسئلة الصعبة يبقى هي smart ذكية اجلي يعني قبيح you wore a watch you like to know the time انت كنت دايما بتحب بالساعة في ايدك عشان بتحب دايما ايه تعرف الوقت طبعا اقوى حاجة هنا عندنا يا شباب usually انت معتاد على لبس الساعة زمان كنت بتحب ايه تشوف الساعة كام يعني طبعا hardly ever never ابدا sometimes احيانا لكن هو بيحب يارى في الوقت يبقى usually i ate seafood i didn't like it عمر مكلف المكلوش seafood ده هو الطعام اللي هو بحر يعني عشان انا مش حابه اصلا يبقى never عمري مكلو number 2 يا شباب واضح ان اللبنة اصلا مش بتنظف المنزل اصلا صباحا وهي مرة واحدة بقى سنظفت بعد الظهر يبقى ده نادرا ما بتنظف المنزل يعني يبقى hardly ever نادرا معاملة ده بعد كده عندنا number one في correct يعني the often plant flowers in their garden last vacation يبقى عندنا هنا planted عشان الجملة في الماضي يبقى last vacation يبقى هم غالبا بيزرعوا الورد في الحديقة في الاجهاز الماضية i never made my bed in the morning i liked it clean يبقى انا دايما كنت بعمل دوة الصبح بحب القضة بقى ايه تبقى نظيفة يبقى i always made my bed يعني رتب سريره يعني على ever wore sunglasses she didn't walk in the hot sun يبقى هنا عندنا عمرها ما لبست هي اصلا ما بحبش تلبس ندرها الشمس لانها عمرها مشت في الشمس اساسا يبقى عندنا هنا شباب never احمد احمد خلي بالك الجملة دي فيها خدعة عايز فير بيتو بي في الماضي عشان الجملة ايه في الماضي كلها احمد عادة بيلبس قبعة وين ايه ات واز صاني لما كنت دنيا ايه شمس بعد كده يا شباب هو جايب لنا سؤال برضو عن البلوب بوست اللي هو عندنا اكتب ايه قلنا من شوية السؤال اللي فاتي اللي هو ده اللي هو الحل بتاعه ده يا شباب قلنا من شوية كده وصلنا لنهاية ايه الفيديو بتاعنا بعد كده جايب لنا اهو تحت هنا اول اسئلة كده فيها تحدي لو انت عاوزنا نشرحها هي طبعا مجابة عنا في نهاية ايه الكتاب لو انت عاوزنا نشرحها هكتبنا في تعليقات اشرحها لك يا شباب كده عندنا الحمد لله خلصنا الدرس تلاته الرابع من الواحدة الاولى من كتاب جيم يا ربي كون الفيديو مفيدكم يا شباب واتمنى توفير الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته